عمره سبعين عام العملية يعني هيدا اكتشفتي امتاً؟ لما صرت عنده بعد أسبوع عادي عادي يعني وصلنا على البيت انه مثل كل عروس غيرت تيبة وحضرت حالي وقعدنا تعشينا وقعدنا صرنا سهرة عادية هي ليلة أولى ليلة العمر ايه بعد سهرة العمر ايه عادية قعد صار يحدى تي في فيلم رعب كامل قل لي لك انه اذا اول ليل وهكي اذا نعساني وهكي معلش بوتي نامي وانا بدي كافي وانا قبل الساعة انتين ما بقدرني قل ليك زي عساني ما قلت له ما انك نعساني لا نعست انا عدت عدت معه شاية ساعة بعدين انه نعست بدي يقوم ناتم بس هو لي لما خلص القرص كان همه الأول يحضر فيلم رعب وزوجته هو ما بعرف هو عطول بيقدر ما بيقدر إلا فيلم رعب أو أخبار ما بيقدر شي تين وحتى بأول ليلة بأول ليلة شو قال ليك انه انه يعني واذا أول ليلة انه معلش ناخد ع بعضنا شوية التي عدي علي شوية نتعوض ع بعضنا تعاودي عالبيت تعاودي عالجو قلت اوكي انه لما انعزت انا ابتدت حاضي انمت خفيت ليه ما انترطي لي يخلص فيلم الرعب بركي بيخلص فيلم الرعب وبيبلش الرومانس اللي بتعرفيك انت قبل الزواج لا خلص ما انظرت نمت بالغرفة الزوجية او كل واحد نام بيقولك نا بالغرفة هو بعدك قد يفت نام ما حسيت على عبتن تاني ممكن تقريبا لما صبح وعيته انت وياه حاولت تقرب المسافات حاولت انا كنت خيفان تكون انت خيفانة وموترة حاولت تتريحيه حكي انه كلام حلو وجسديا بتحاول تقرب المسافات دل لابسه مزبطة حالي ملبس مكياج وهيك ناطرة انه ليهو يتغزل فينه وهيك شي ولهو يقرب تاني ليلي قرب لا نفسي نفس الشي كمان في المرعب بتاني اه دلنا اسبوعها برأيك اي اسباب قدت انه اسبوع كامل ما يقرب عمره سبعين اتنين وسبعين سنية كمان يعني اكيد رجل عمره بهالعمر ما اكيد بدي يكون عنده شي خاف منه بس اتنين وسبعين سنة بضل في رغبة وادرع عند الرجل ولا وحتى بالسبعين كان بيعاني من مشاكل اخرى اي اكيد عامل عملية هايك هايكتشفتي ايمتا لما صرت عنده بعد اسبوع بلا شوي حكينا شوي شوي انا وعنده صور بعد اسبوع اهلي تصلوا فينا وحكوا معي عم تطمنوا عني شو صار معك شو ما صار هو سمع اختي عم تحكي معي بعدين صور هو صور يحكيني هيك بشوي شوي ليه ما صار هيك قبل الزواج قلتله 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 ليه قبل الزواج ما قلتلي انه انت هيك وضك ليش لما صرت عندك عم بتتلي اقول انا ما كنت عارف ما كنت عارف حول انه هيك رح يصير معه في مشكلة نفسية او مشكلة عضوية مشكلة صحية كيف شو قصد انا اكتشفت عنده عنده مشكلتين عضوية ونفسية لما مرأة صارت زوجته بتكتشف بعد بزواجهن انه زوجها بعاني من مشكلة عضوية ومشكلة نفسية اي خيارات بكون عندها اكيد تبدي شو فيها تعمل تقول له معلش تعالج وانا بعيش معك وبيصبرك معلش ليك انت بدك تستمر معه ليه المرأة انه معلش انه مصر انه نحنا مجتمع شرقي بتعرف انه ومصر دي اسبعين عنده انه طلق هو كان متساهل معك بمعنى يعني كان متساهل يعني كان دغري مستعد يطلي او الرجل بخبي ضعفه بالمرأة حاولت اللي يتفوض معاه انه بتفيهم بينه وبينه انه قل له اوكي وروح لعند اهل اللي عرفت ليه بتتوافق وما بده حدا يعرف اكيد كرميل انه عنده عجز ما بده المجتمع يعرف سبب الطلاق